مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماء قصتنا اليوم؟ قصتنا بعنوان الحمار المغرور كان هناك مزرعة يعيش فيها الحيوانات والطيور كانوا يحبون بعضهم البعض ويحبون صاحبهم الفلاح الطيب لأنه كان يعتني بهم كثيرا ويحسن معاملتهم وخاصة الحمار القوي الذي كان يساعده في العمل في الحقل ويحمله على ظهره ويحمل أغراضه دون تعاب أو ملال فكان الفلاح يقدم الطعام له بيديه خاصة الشعير اللذيذ الذي يحبه الحمار كثيرا وكان يمسح على ظهره ولا يربطه أبدا ولا يضع له حبلا حول رقبته حتى لا يتضايق لكن للأسف كان الحمار مغرورا يتكبر على باقي الحيوانات فكان يمشي في المزرعة متفاخرا ومزهوا بنفسه يغيظ باقي الحيوانات والطيور ويعايرها لأن صاحب المزرعة لا يحبها ولا يذللها مثله وكان يخبر الجميع أنه الحيوان المفضل لصاحبه وكان يحب إخافة الحيوانات والطيور الصغيرة وعندما يرى الخروف الصغير يسخر منه لأنه أصغر حجما منه فيحزن الخروف ويذهب إلى أمه وهو يبكي وكان الحمار يزداد غرورا وتكبرا يوما بعد يوم حتى غضب الجميع منه ولم يعد أحد من الحيوانات أو الطيور يحبه أو يتحدث إليه وفي يوم من الأيام كان يمشي في الحقل وفجأة سمع صوتا ضعيفا يناديه من الأرض فنظر إلى أسفل قدميه فوجد زهرة جميلة ملونة تناديه حتى تنبهه لوجودها حتى لا يدوسها بقدمه ولكن الحمار ضحك ساخرا وداسها بقدمه وفجأة انطلقت منها نحلة صغيرة طارت بسرعة وهي تصدر طانينا عاليا ونظرت إلى الحمار بغضب شديد وعاتبته على قتل الزهرة لماذا قتلها فضحك الحمار باستهزاء ولم يهتم للنحلة فغضبت النحلة غضبا شديدا وفي يوم من الأيام خرج الفلاح من المزرعة وركب على ظهر الحمار وكان يمسك بيده سلة كبيرة من البيض ليبيعه في السوق فمسح على ظهر الحمار مثل العادة وأمره أن يمشي ببطء حتى لا تقع سلة البيض من يده فماشى الحمار بخطا بطيئة وهو يرفع رأسه بغرور وتكبر وكانت النحلة قد قررت أن تعطي الحمار درسا لم ينساه أبدا فوجهت سلاحها نحو الحمار ولسعته بإبرتها الحادة في ساقه فتألم الحمار ورفس بقدميه من شدة الألام فوقع الفلاح من فوق ظهر الحمار على الأرض ووقعت من يده سلة البيض وانكسر البيض كله غضب الفلاح من الحمار غضبا شديدا وضربه بشدة وعاد إلى المزرعة وربطه عقابا له بك الحمار بكاء شديدا وحزن حزنا شديدا وشعر بالخجل من نفسه وكيف أن نحلة صغيرة كان يستهزئ منها قبل قليل غالبته وهو الحمار القوي الكبير وعرف خطائه واعتذر إلى جميع الحيوانات والطيور التي تعيش في المزرعة ولم يعد مغرورا بعد ذلك رأيتم يا أحبائي صفة الغرور ليست جميلة وتجعل من حولنا يبتعدون عننا ولا يحبوننا انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة